بنضملي على التليفون النائب أحمد طنطاوي سيادة النائب رحب بيك أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهديك المحترم سيادة النائب أهلا بيك سيادة النائب يعني أنت شايف أن احنا محتاجين بالفعل تعديل وزاري؟ أهل حي أنا شايف أن احنا محتاجين تعديل وزاري في أي وزارات؟ سريع وواسع ممتاز في أي وزارات؟ يبدأ برئيس الوزراء ولا يسسني إلا عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الوحدة وعلى رأس المطلوب تغييرهم المجموعة الاقتصادية والمجموعة الخدمية المجموعة الاقتصادية والمجموعة الخدمية من وجهة نظرك بعيفة محتاجة للتعديل؟ ده مش وجهة نظر أنا ده المعاناة اليومية للمواطن المصري في الملف الاقتصادي والخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومرافق عامة إلى آخره هي اللي بتقولها بوضوح طيب أستاذ أحمد تفضل الوزير الشاطر المكتهد اللي ما عندهش علاقات كويسة مع أعضاء البرلمان ولا يتعامل معهم لكن هو ناجح كوزير ولا تفضل الوزير متواضع الأداء ولكنه جيد جدا في معاملاته مع النواب؟ يفترض أنه تقييم النواب للوزير أصلا يكون مبني على أداءه مش على علاقات شخصية بينهم وبينهم لأن احنا يعني وكلنا من قبل الناس علشان نرعى مصالحهم ونقدي وظائف محددة من بينها الرقابة على السلطة التنفيذية فاللي يقيم الوزير وفقا لاستلطاف أو لعلاقة شخصية ده يبقى بيظلم الناس وما يكونش أمين على تمثيلهم ولا على وكالتهم أنا أفضل الوزير بكل تأكيد الأداءه جيد ويفترض أن الأداءه جيد تكون علاقته بالنواب جيد مفترض المفترض لأنه إحنا في النهاية يهمنا إيه غير أن الوزير يكون أداءه جيد لو دعا حقيقي وحاصل الطبيعي والمنطقي أن الأغلبية تكون علاقتها بيه جيد أنا بتكلم على الوضع المثالي تمام لكن مش ده بالتأكيد اللي هيكون حاصل في كل الحالات تمام هل عندكم سيد النائب في 2035 رؤية واضحة لحكومة المفترض أن تعمل على تلبية رغبات وطموحات رجل الشارع كما ينبغي من خلال طرح مجموعة من الأسماء أو الشخصيات أنت شايفينها؟ آه وإن كنا إحنا شايفين أنه يعني التختيب الدستوري من الرئيس اللي بيسمي في الأول والبرلمان بيمنح السقة وأعتقد أنه الرئيس عنده من الأجهزة ما يسمح ليه بأنه يكون رؤيته أوسع من البرلمان وعلى فكرة هي العضية قبل ما تبقى في الأسماء هي في الإنحيازات بمعنى؟ 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 إحنا هناخد من إيه ونحط فين؟ لأنه في نهاية الأمر إحنا بنتكلم عن موارد مهما عظمت فهتبقى محدودة ومحتاجين نوزعها بكفاءة فالأولويات لازم تكون واضحة وأنا بالنسبة لي للمفترض أنها تكون الصحة والتعليم ده أولوية قصوى ودي معاناة شديدة ودور الدولة فيهم بيتراجع للأسف مش بيتقدم وده يبدأ من أول أنه يعني ما كانش المطروح في البرنامج جيد التشريعات المرتبطة بيهم ما هيش جيدة ويمكن تكون ده مناسبة لأن احنا نفكر نفسنا بأن احنا محتاجين قانون جديد للتعليم وقانون تأمين صحي شامل يعني يخرجوا على المستوى اللائق والمناسب للوضع الراهن وما ينتهيش بأن احنا لما نيجي نقش مشروع الموازنة الجديد ما نقعش في أخطاء جثيمة وقع فيها المجلس في الموازنة اللي فاتت لما اقططع من فلوس الصحة والتعليم ووجه لأمور سنوية وترتبها في الأهمية يعني يتضاقل أمام الصحة والتعليم دي أولويات لازم نعبر عنها في سياسة عامة وفي البرنامج وفي الموازنة والبرلمان يقدمها للوزير اللي بيحوز الصفة باعتبرها تكليفات تكليفات مرتبطة بتوقيتات يعني الوزير يكون عنده كده رؤية واضحة يجي يقول هيعمل ايه امتى منين ازاي وايه مؤشرات الأداء وهيقدمها امتى علشان نقدر نتحاسل لكن للأسف في غياب كل ده انا موافق على اللي حضرتك يعني بتلمح اليه من انه الحكم بيبقى في النهاية شخصي وليس موضوعي طيب هل في أمل وده سؤالي الأخير ان احنا نشوف حد من اه اتلاف خمسة وعشرين تلاتين على رئاسة لجنة احنا في انتخابات اللي جان اللي هي يعني بكرة خدنا قرار في التكتل وكنت اتمنى ان الجميع يلتزم به انه احنا نقدم للبرلمان الافضل بصرف النظر عن انتمائه وانا هقول لك رأي صريح رغم انه بيغضب البعض يعني انا رأي انه الشعب المصري بيختار افضل من نخبه وان الناخبين لما بيختاروا نسبة كبيرة منهم عندها استعداد انها تختار متجردة من اهواء او من مصالح شخصية لكن انتخابات اللي جان في دور الانعقاض الاول كانت تجربة يعني الحقيقة مؤلمة وما اتمناش انها تتكرر احنا في التكتل مش هنرشح حد باسم التكتل يفترض انه اللي مرشح يرشح بصفته كفاءة ما في موقع ما زملائه في اللجنة يقيموه على هذا الاساس ويقيموه مقارنة بزملاء والاخرين المرشحين ولو شافوا ان هو الافضل واجب عليهم انهم يقدموه لان ده اللي حيرتقى باداء اللجنة ومن ثم باداء البرلمان للمستوى اللي يرضي اطموح الناس واللي لازال لم يتحقق حتى الان للأسف يعني يعني مثلا الدكتور جمال شيحة لما يتقدم لرئاسة لجنة التعليم هل هيعمل ده بوصفه عضو تكتل 25-30 هل هيعمل ده بوصفه الدكتور جمال شيحة اللي عنده خبرات في هذا القمر واللي خلال دور الانعقاد الاول اثبت كفاءة في ادارة لجنته ويكفي ان انا اذكر الناس بان دي اللجنة الوحيدة اللي رفضت مشروع الموازنة العامة للدولة وتمساكت بحقها في المخصصات اللي كان يفترض انها توجه للتعليم لكن للأسف الاغلبية خزلتها زي ما خزلتنا جميعا لما وفقت على تمرير الموازنة بهذا الشكل جيبت دستور وصلت الصورة بشكرك بشكرك شكرا جزيلا ان وضحت فكرتك سيد الناب احمد طنطاوي عضو ائتلاف 25-30 مصر كلها الحقيقة بتتابع موضوع الادارة المحلية مصر الخاصة والعامة النخب والعامة لان حتى بما فيهم اعضاء مجلس النواب لان موضوع وجود محليات نجحة وقوية بيسبقها قانون للادارة المحلية منتظر الكل اصبح في حالة استعجال لهذا القانون